بدأت عملية خلط الأوراق في الأزمة اليمنية من جديد الإرهاصات كانت تقود إلى مثل هذا اليوم حينما انقلبت العلاقة بين ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح من الصداقة إلى العداوة أو إذا ما صح التعبير الحلفاء الأعداء صنعاء معقر الطرفين تحولت إلى مسرح لتصفية الحسابات والخلافات بينهما لتعيش ليلة حامية الوطيس أسفرت عن تقدم قوات صالح وانتزاعها مواقع كانت تحت سيطرة الحوثيين منها مبنى البونك المركزي ووزارة المالية ودار الرئاسة ووزارة الدفاع وجهاز الأمن القومي ومقر التلفزيون الرسمي وامتداد الاشتباكات إلى ضواحي المدينة ودخول قبائل على الخط واستقدام تعزيزات وتعزيزات مقابلة في ليلة أشبه بليلة سقوط صنعاء بيد صالح وقواته بالطبع الاشتباكات الحالية ليست الأولى من نوعها لكنها الأكبر حجما والأكثر حدة وما سبقها مجرد مناوشات بين حراسات أو حواجز أمنية لكن الحق والحق يقال إن الاشتباكات النارية لم تكن سوى ترجمة فعلية الاشتباكات سياسية مستمرة منذ فترة ترافقها حملات تخوين بين الطرفين الرئيس السابق علي عبدالله صالح لطالما اتهم الحوثيين بالاعتداء على المواطنين والسعي للسيطرة على كامل مفاصل الدولة وإزاحة موالين له من دوائر القرار وهي حجج وجدها الرجل منطقية لدعوة اليمنيين في صنعاء للخروج على الحوثيين والدفاع عن أنفسهم إضافة إلى مطالبته القوات الموالية له بعدم تنفيذ أي أوامر لا تأتي من حزب المؤتمر الشعبي ليدعو في نهاية المطاف إلى فتح صفحة جديدة مع دوال الجوار الطرف الآخر عاد ورمى التهما في مرمى خصومه حيث خرج زعيم ميليشيا الحوثي عبدالملك الحوثي ليتهم صالح بالخيانة والفساد ويهدده بفرض الأمن والاستقرار في صنعاء بالقوة داعيا إياه في الوقت المناسب إلى الكف عن التهور اللامسؤول والتصرف الذي لا مبرر ولا داعي له بحسب وصفه القارئ في فنجان الاشتباكات والتصريحات الأخيرة لزعيمي الانقلاب يدرك وللحظة أن طبخة ما قد نضجت وحان التهامها المحللون يلمحون إلى إمكانية حصول تفاهمات إقليمية أو دولية لضرب تحالف الحوثي وصالح من الداخل ودفع الأخير إلى طرد الحوثيين والعودة إلى المشهد السياسي من بوابة المصالحة أو ربما فتح صفحة جديدة عنوانها التسوية